نعيمها هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باقٍ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وليل صالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد الأنبياء وإمام المرسلين وبعده أحبة الأكارم فإننا لا نزال مع هذا الموضوع العظيم الشيق الذي هو موضوع أسباب الغفران موضوع طريق الجنان بإذن الكريم المنان سبحانه وتعالى نتحدث اليوم في هذه الدقائق المعدودات بإذن رب الأرض والسماوات عن سبب عظيم من أسباب المغفرة عن سبب عظيم من أسباب دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى أقصدوا الصدقة وما أدراكم ما الصدقة أن يتصدق العبد لوجه الله وفي وجوه الخير بإذن الله نعم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار هكذا قال عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة هذه الخطيئة الذنب المعصية المعصية لها حرارة لها إحراق الصدقة تطفئ ذلك الإحراق بإذن الله سبحانه وتعالى والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار هكذا قال نبينا المختار صلوات الله وسلامه عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فتنة الرجل في أهله وماله وجاله يكفرها الصلاة والصيام والصدقة فالصدقة مكفرة إن شاء الله تعالى للذنوب سبب لمغفرة الذنوب والمعاصي بإذن الله سبحانه وتعالى فهذه الصدقة لا بد أن تكون سرا حفظكم الله قدر المستطاع لنحرص على أن تكون لوجه الله ونحرص على أن تكون سرا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها في السبعة الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم أنهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه سبحان الله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه نعم أخفاها صداقة السر قال عليه الصلاة والسلام صداقة السر تطفئ غضب الرب صداقة السر تطفئ غضب الرب قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفا فمن أحب أن يدعو له الملك بالخلف من الله عز وجل بالبركة في ماله فما عليه إلا أن يتصدق اللهم أعطي منفقا خلفا ومن أراد تلف أمواله فما عليه إلا أن يكون بخيلا والعياذ بالله الصدقة مع شر أكارم فيها أحاديث كثيرة حتى قال عليه الصلاة والسلام كل مرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس ظل ظليل ورب الكعبة فاختر هذا الظل لنفسك على حسب صدقاتك وعلى حسب نفقاتك كل مرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس قال صلى الله عليه وسلم أيضا الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة أتدرون من هم الأكثرون الأكثرون هم الأغنياء هم الأثرياء الأكثرون هم الأقلون هم الفقراء يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 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 من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الصدقة باركة عظيمة جدا والباركة تزداد في شهر رمضان ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم يدارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم في رمضان أن يختم معه ختمة كاملة فلما كان العام الذي قبض فيه ختم معه ختمتين كاملتين عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس أسخى الناس أكرم الناس يعني أنت لما يقولك كله أكرم الناس ما تقولش حاتم الطائب لفلان كل النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم الناس ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا الشهادة كانت لأه نعم عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء من الدنيا فقال لا صلى الله عليه وسلم إذن هو أكرم الناس كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلا رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم يزيد الخير التي عوصة الله عليه وسلم في رمضان إذن شهر تعال خير وشهر تعال نفقة وشهر تعال صدقة ربي بارك فيكم لابد أن نحرص نعند قدرة لتكون له صدقة كل يوم ما يبخلش على نفسه وإنسان يتقي ربه ولو بشق تمره كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ولو بشق تمره ما يقولش أنا فقير ما عنديش كل على حسبه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المعنى سبق درهم مئة ألف درهم تعجبوا الصحابة درهم يسبق مئة ألف درهم كيف ذلك فالصراحة عليه الصلاة والسلام رجل له درهمان تصدق بأحدهما وش معنتها تصدق بنصف ماله ورجل له مال كثير أتى إلى عرض ماله فتصدق بمئة ألف درهم هو على خير لا شك لكن ما تصدقش بالنصف على ما التاعه بخلاف ذلك الفقير الذي له درهمان فحسب ولم يبخل على الله ولم يبخل على نفسه بهذا الخير بل تصدق بنصف ماله تصدق بدرهم سبق درهم مئة ألف درهم فالله الله والأقربون أولى بالمعروف خاصة في هذا الشهر ما ننسوش الفقراء ما ننسوش المساكين ما ننسوش الضعفاء ما ننسوش اليتامة ما ننسوش الأرامل ما ننسوش المعوزين ما ننسوش المحتاجين ما ننسوش الضعفاء فينا خاصة في هذا الشهر الفضيل يحفظكم البالي تبارك وتعالى من كل سوء فهذا سبب عظيم ورب الكعبة من أسباب نيل الغفران ومن أسباب دخول الجنان بإذن الكريم الرحمن بارك الله فيكم وأحسن إليكم وشكرا على حسن الإصراء والسلام عليكم